يعود الصحفيان التركيان أدم أسكوزي وحميد كوسكون إلى وطنهما بعد اختفائهما أثناء تغطيطهما الانتفاضة في سوريا قبل شهرين كان الصحفيان فقدا بعد أن تسللا عبر الحدود إلى إدلب شمال غرب سوريا لم يتضح على الفور من كان يحتجز الصحفيين إلا أنهما كشفا خلال مؤتمر صحفي أنهما احتجزا في زنزانتين منفصلتين وأن حياتهما كانت في خطر عندما اختطفنا كانت حياتنا في خطر لمدة أحد عشر يوما لقد صواب المسدسات تجاه رؤوسنا كان نوعا من التعذيب النفسي لكننا لم نتعرض للتعذيب الجسدي لم يكن باستطاعة تناول الطعام لمدة ستة أيام ثم سمعت صوت آدم وهو يتلو آيات من القرآن شعرت حينها بالطمأنينة وأشكر كل من ساهم في إطلاق سراحنا لم يكن ليتم الإفراج عن الصحفيين التركيين دون وساطة إيران بعد أن أغلقت إسطنبول سفارتها في دماغ هذا الأمر يظهر النفوذ الذي تتمتع به طهران لدى حليفتها سوريا التي خسرت صداقة تركيا باتت سوريا واحدة من أخطر المناطق حيث يصعب على الصحفيين تغطية الأحداث الجارية فيها بعض الصحفيين الأجانب يمنعون من الدخول إلى الأراضي السورية هذا الأمر يدفعهم إلى الدخول بشكل غير شرعي إلى سوريا مما يعرضهم للموت كما حدث للصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك البعض الآخر مثل الصحفيين التركيين يتعرضون للاحتجاز لكنهم محظوظون للبقاء على قيد الحياة